السلام عليكم مشاهدي الاعزاء مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ اميرة اليوم ان شاء الله نقدم لكم كيكا التفاح خصوصا ده بالتفاح موجود ولاش من ديروش وقد نديروه ايضا بطريقة سهلة غير في المقلات بدون فرن كيجي كيجي تجهد الكيكا سهلة و سريعة تديروها الافطار او القوتي وتقدموها الضيوف الغفلة او الاسرة الصغيرة في الدقائق لا تستغنو عليها وتصبح معتمدة لعندكم لا تنسوني من اللايك واشتراك في القناة خليكم مع الفيديو بسم الله اول حاجة سنجيب المقلات سنذهن بالزبدة المقلات عندي فيها 26 سنتيم في القطر سنذهن بالزبدة كما تشوفو و سنأخذ السكر سنضع السكر قريبا ملعقة كبيرة السكر سنغش بها المقلات ديالي كما تشوفو بهالطريقة و سنجيب تفاح هنا عندي تفاحة واحدة تقريبا او مش تفاحات على حسب المقلات سنضع بيضة واحدة و سنضع الملح و سنضع المقلات هنا كيس دالفاني كما تشوفو و سنضعه كذلك في الايناء وهذه نضع هنا يا السكر بالنسبة للسكر البنات هنا عندي ربعة المعالق كبار ديال السكر حبيبات و طبعا السكر يبقى على حسب الضوغ سنضع المكونات مزيان حتى يدوب السكر مع البيض و الفاني بهالطريقة سنضع لكم مقادر في صندوق الوصف و سنضع لكم عبار بالملعقة كما كتشوفو هنه غنديل زيت نباتي اربعة معالق ديال زيت نباتي كما كتشوفو و غدي نطربو كذلك طربوه مزيان باش اللعناصر كلها تنساجم مع بعض بهالطريقة و غدي احنا عندي نصف كأس دالحاليب فقط و غدي نطربو كذلك القياس ديال الكاس بالكاس الانبة باش كنعطيكم القياس و كذلك المعالق بالمعالق كوبا كنعطيكم القياس بنسب الدقيق الابيض هنا احتاجت كاس و نصف بكياس بالقياس دالالانبة و طبعا الدقيق يبقى على حسب الخالق غدي نوضع هنا هي نصف كاس دالدقيق و هنوضع لي كذلك خميلة الحلويات من فئة 8 غرام و غدي نغرب لها مع التغربين و غادي نطرب خلوة الخالق نتعرف يا نفع الأصطيق لإنتبه على حسب الخلوة الخالق و تضع الدقيق يدرى عاليبا تدريجيا سوف تحصل على القوام و هو مع التغربين نحصل على القوام الكيك نحصل على القوام الكيك سوف يكفيني القياس ونصف الدقيق الأبيض نحصل على القوام الكيك وضع ملعقة الخل نضع ملعقة كبيرة نضع ملعقة الخل نضع الخلط على البيض نضع المقلات ثم نضع مقلات الخلط ونضع ملعقة الخلط نضع الخليط في المقلات تدريجياً على قطع التفاح ثم نضع الخليط في المقلات ونضعه في النار وبنسبة النار تكون غير شمعة نحاول أن النار تكون غير شمعة ونغطيه من بعد غطيته، ننقلبه ونقلبه من الجوانب سنقلبه ونقلبه من الجوانب سوف ينقلبه ونقلبه من الجوانب نتفاده وانا يلسق لنا . وقد نجيب حد طبق وقد نقلب هد الكيكا كيفما كتشوفو غير في شوية . باش نطيب من جهة الاخرى ده با مني قلبتها وضعتها في المقلات وقد طيب من جهة الاخرى ده با غد نقدمها في الطبق كيفما كتشوفو و جيت هنا وحد المربع وغندهن بها هد الكيكا اليانا من الفوق يجب علينا الشكل لماعان خاصة اي طابت اعطينا شكل ذهبي جزوينه خاصة في القطاع التفاح اعطينا احد المنضر الرائع يجب علينا هذا المزيان وبالنسبة التزيين يبقى على حسب الرغبة وعندكم موجود كتزينو عندي هنا الكوكاو كونكاسي تهوية غادي نزين بها الكيكا ديالي وعندي الشوكولة ديال الكوكيز مهم كيبقى هالتزيين على حسب اللي بغيتو حسب الموجود عندكم وهذا والشكل النهائي ديال الكيكا ديالنا في المقنات سريعة رائعة ومنقوش لكم بنسبة لمادق دياله زوين مكطيب زوينه غير هي النصائح اللي نقولها لكم البنات انكم النار تخليوها غير شمعة طيب على خاطرها باش طيب لكم مزيان والمقادير نخليها لكم في صندوق الوصف باش تالت المقادير مهمة انكم تحكموا في المقادير وفي حسب حجم المقلات اللي كتتخدموا بيها وانا قطعت لكم دابايا الكيكا كديالي الشكل كتشوفوا حال القطاع ديال توفاح كيجين منظر ديالها الرائع وخصوصا توفاح داما ديالنا موجود ونديروا بيه بحلوكال الوصافات زوينة اللي نقدموها الضيوف ديالنا اللي كيجيوا على غفلة ممكن تحتاجوش لوقت بزيف ولا اننا نوقفوا في الفرن انتم كتشوفوا كيباش جات الشكل ديالك تجي شيشة لزوينة رائعة معتبارة نتمنى انك اللي باقي ما جربش الكيكا تفاح المقلات تجربها اكتجي رائعة وما تنسوش تدعموني بلايك ولمازال ما شتركش في القناة اشترك بالضغط على الزر احمر ابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد مع السلامة والى فيديو مقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة